موسيقى مساء الخير على حضراتكو حلقة جديدة من كلام في الميديا عندنا كلام كتير النهاردة وأخبار متنوعة في كل الأنحاء الخاصة بالرياضة بشكل عام سواء عالميا أو محليا وكمان فيما يتعلق بآخر أخبار النادي الأهلي والسعادلاته للمرحلة الهمة جدا المقبلة واللي بتتمثل في زهاب دور 32 أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الإسوائية فبالتالي مباراة تكون مهمة جدا وصعبة في نفس الوقت وزال التواجد طبعا جهاز فني جديد نتمنى لكل التوفيق خلال الفترة الجاية بإذن الله قبل ما نستفيد في كل الأمور اللي عندنا النهاردة خلينا نروح نبتدي بأهم وأبرز العنوين يالله بينا الأهلي واصل الاستعداد للمواجهة الإفريقية عبد الحفيز يتواصل مع السفير المصري في غينيا الإسوائية موسيقى بايلر يشعل حماس الفريق ويؤكد الملعب هو الفايسل موسيقى الاتحاد التونسي معلول عادة لمكانه الطبيعي بالمنتخف موسيقى أنني ينضم للقايمة الأوروبية لبشكتش التركي موسيقى موسيقى نجمة أرسنال السابق صلاح سيتغلب على مناه موسيقى موسيقى أوه سيدير مباراة الزهب مبين الأهلي وكانه سبولت بطل غينيا الإسوائية مباراة الزهب هنك إن شاء الله باذن الله يوم 14 في زهاب دور الاثنين وتلاتين لكن ده شيء مهم جداً عايز اتكلم فيه طيب قبل ما نتكلم فيه فاللينا ملوح على هناخد شريف شعبان على التليفون زميل العزيز وامير رئيس القناة الأهلي عشان لينا آخر أخبار الفريق النهاردة إيه يا شريف مساء الخير عليك طب مننا الأخبار عندك إيه والإسعدادات مشيت زي يا شريف تسوى الكتير والكتير يعني فتبع يمكن تلات أربع تنبين وممكن لسه مهاضر تنبين منذ قليل حريمة تنبين بدأ العرضة التثبات البدنية قهوية جدا يمكن مصدر طيرك الحريف إن المقابل يزيد مع نبي الآن في هذه المرحلة والآن شغال المهاردة يمكن ما عملش تأسيم هذا كل مرة المهاردة اشتغل بقى فيه التخص على الغول يمكن العربيات الأجناب والشمال وتفنيش الكرة لجوان يعني من الأوفر إكلاب من الميناء والشمال وإيه نخش دي يحاولوا يخلصوا الكرة في البون تمرين بخصص طيرك على الغول علشان ما يتعاش فيه طبيع كتير من الكرس في المقابلات المقبلة على تاني بالآخر تقريب الحراس تمرين قوي جدا 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 تقريب الحراس من ثالث يوم على التوالي تمرينات قوية جدا وإيه زالة المناقصة مشتادة من بين الشمال وبين شريك كرامي وبيجانيهم بكل قوة أيضا عالي لطفي ووصى للوعدة حققاري ممكن تسكينة ولا أروع ولا أقوى ممكن المرفق للنظر في الثلاث يام بقول إن المدارب الحراس والشواء اللي بيشوت عن اللي هوان اللي بيشوت هم الحراس على يعني هم اللي بيشوت عن نفسيهم طبعا حارس مرمزة قوية جدا هو الراجل عوز أخوة آآ مدى لشوطة عشان سيبق يعني زي來 نبارب ممم فانا لفق نظري هزيز جيئة وكانا ماش نعود ويشوت عالى الشريك أو العكس وعالي رصة يشوت عشوفها قوية جدا بسافة عربة جدا طب يلاد رحاري طال معاها هكل لها فمعاربش بالنظر ممم فادا لفق نظري في آخر آآ ثلاث أيام في حاجة مهمة جدا يمكن من الصبح ريت يا أورا وسمعت في سوشال ميديا عندي طب ده مهم او الكلام ده يا شريف طمنا على ارضية الملعب ان في تساؤلات عديدة في الحقيقة الناس بتسأل عن ارضية الملعب الخاصة بمختار تيتش بالتحديد هل الارضية سيئة يعني ولا اي انت شايف قدامك يعني قل لنا مستمع بميز كلام عالي كمانب من الصحة يعني حتى لو رجل كان طلب مين حد شاعر فصله توليد، أنا ما حصلش كلام مغير صحيح بن مره الرجل ما طلبش ولا اعرى انا عاوز اغير منعب التمرين وتعروح انا عالى تانى وهو اغري ملعبتش ما حصلش الكلام ده خالق 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 ارضية ملعبتش لو مشيت عليها بشكلات يا نقرة لو مشيت عليها بشكلات يا حفرة ما فيهاش مضبط العرب يستوي ان اقصى درجة اه اه انا اعريت يعني انك اتمنى ان في معدات الاهل اللي عاقلت معها وهي موجودة خلال اسبوع من الان بطمنك وبطمن كل جمال الاهل يا جماعة بلاش طلع اشعاد الراجل ما طلبش تغير المنعب المنعب على اعلى 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 مشتوى ده ملعب ده فيه انا 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 دخلت كثيرة ولا هكيد في ملعب كثيرة انا عبتتش من النصف تتكالي معنى جواد في افوك وستداخل بصر كثير جدا ده ملعب ده في الاخر ولكن انت المنعب اللي مشتعليه مش هتلاقي فيه اي شكلة خالص والكبر دليل الحمد لله الحمد لله مكوش لطبا وده أكبر دليل ان المنعب تانيني ومنعب مكوش حاجة ومعرفش بشعبه تتفعليه الراجل ما طلبش والراجل ما قامش اي حاجة خالص والتمريناتش هتقالها الثالث يوم ان عرضة يمكن على حاجة رائعة لكل ياسبت ما حدش بيشتكي وحدش بيتكلم راجل ما تسلمش عن المنعب خالص الراجل على طول كلهم عن لعبين حريف ان هو يتفرج على أكبر قادر من اللاعبين حريف يشوف تنظم كل لعب على شخاص يدر قيبه يتفعيه في التمرينات ويشوف يتفرج عليه فيه الخاص بقول ده يشوف تحت ايامه يشوف كل حاجة راجل شيخي الأرسل بالكلام ده كله بدأ يتفرج على مباريات ساتس بورد وبدأ يجيب شارعات المباريات ويتفرج عليهم ويشوف نفس ان هيلعبه عامل ازاي الكل هنا شغال الكل حريف ان الفترة القادمة بإذن الله اخر جديد فيما يتعلق بالمصابين يا شريف يعني محمود وحيد لسه متأثر بإصابة الكاحل مضبوط ونهار ده بدأ يجيب نهار ده حاولين الملعب ما في الزكية ما بيش حاجة فالدنيا قويزة معا فخلاني يقول بإذن الله تكون موجود في الزمرين محمد محمود وشعر الزمرين في المراحل المهائية يقول رابعا رابعا محتجين وقت شوية كريميك محتجين وقت شوية بإذن الله بإذن الله تتكلم بأقضى حاجة شعر واتلاقي بإذن الله حصابات داخل بريد الكرة بلادي الأحي بإذن الله يا شريف أنا بشكرك يا شريف شكرا جزيلا على هذه المدخلة المهمة والمميزة من زماننا العزيز شريف شعبان مرايس القناة الأهلي في الحقيقة طمننا بشكل كبير جدا على الفريق طمننا على الإصابات كمان وعلى حالة أرضية السيد مكتر تيتشل في الحقيقة فيها ناس كتير بتسأل على الجزئية دي وتأكدوا لو الأرضية محتاجة تطوير هي ممكن تكون كويسة بس وارد أن هي برضو تكون محتاجة تطوير لو محتاجة تطوير الناس أكيد هتشتغل على الموضوع ده لكن مفيش تفكير أن يتم نقل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مقر النادي بالجزيرة ليه؟ عشان المركز الجديد أو جهاز الكرة ومكانه الجديد أسفل المدرجات الجديدة بستاذ مختار تيتش متوافر فيه كل الأمور اللي بيحتاجها الفريق الأول بيحتاجها الجهاز الفاني فايلر أشد بشكل كبير جدا بهذه التنميزات المميزة جدا في مقر النادي الأهلي بالتاتش طيب كنت بتكلم قبل ما ياخد شريف كنا بنتكلم على حكم المباراة مباراة الأهلي وكانوا سبورت بطل غينيا السوائية الاتحاد الأفريقي يكلف الحكم الغيني خلي بالك هو من غينيا مش من غينيا السوائية طبعا مش عين فعيب من غينيا السوائية لكن هو حكم غيني اسمه أحمد سيكو توري بإدارة مباراة الأهلي أمام كانو سبورت والتي ستقام في غينيا السوائية يوم 14 فسانبر الجاري مهم يعني مهم بتجهزوا بالمساعدين بتقعوا بكلامهم لكن في حاجة لفتتنظري قبل الحلقة في الحقيقة وهو فيما يتعلق بتقرير جريدة الشروق واللي قالت إن فيه تقارير بتشكك فيه زمة حكم مباراة الأهلي وكانو سبورت لا نقف هنا بقى آه المباراة مش هتبقى بدرجة الصعوبة الكبيرة هي طبعا مباراة في بطول دولة أفطال أفريكا مباراة صعبة وهي بالنسبة لنا إحنا صعبة شوالا لأن هي بداية جديدة للنادي الأهلي من خلال الجهاز فني جديد ومشوار نفسنا أن إحنا ننصل فيه للآخر وناخده بطولة لكن لازم نقف عند الموضوع ده لأن فعلا جريدة الشروق بتقول أن أثرت عدة تقارير صحفية في وقت صابق الشكوك حول زمة الحكم وصلت تلمحات بمحاباته للمنتخب الناجيري تحديدا وده من خلال صحيفة اسمها سكر ناجيريا واللي قالقت الدوء على عدم نسيان جماهير زامبيا لخطأ الحكم الفادح عندما ألغى هدفا لمنتخب بلادهم أمام ناجيريا في تصوات الحسين والمؤهلة لكأس العالم 2018 غير كده كمان ده بعد ذلك طبعا من إعادات التلفزيونية أثبتت أنه أخطأ يعني مرة أخرى احتسب الحكم هدفا للمنتخب الناجيري أمام نظيره التونسي خلال تصوات المؤهلة للكأس الأمام أفكية 2019 حيث أثبتت الإعادات التلفزيونية وجود مسجل الهدف في موقف تسلل فالموضوع مؤلع وفقا لموقع كمان جول العالمي اللي نقل عن شبكة ويو وسبورت أن الحكم تم ترحيله العام الماضي إلى بلاده من بطول الكأس كوسوفا بعد تعامله المثير للجدل مع مباراة زنباوي ضد مدغشر فموضوع جريب شوية الاتحاد الأفريقي الأمور ماشية زي تحديد لجنة الحكام هناك والتفكير عندهم هل هم كمان هيتطوروا الحكام الأفريقي بشكل عام سيكون الحكام مصرين أولا الحكام مصرين نحتاجين التطوير ونحن نتكلم كلهم في الموضوع لنا لكن حكام أفريقيا بقى بشكل عام بنشوف فضايا في الحقيقة كتير كلنا طبعا فاكرين لامبتي الحكام اللي تم شضبه أصلا وإيه بعدما قدل كاسل الترجي أو أهل الترجي على حساب الأفريقيا بطول التدوري أبطال الأفريقيا 2011 عنا مقت أذكر وبعد كده في تصفات كاسل عالم ماتش من جنوب أفريقيا والسنغال وماتش تعاد وثبت أن الحكام ده كان يعني مرتاشي يعني طبقا طبعا الاتحاد الأفريقي يعني تم شضب فلو الأمور بتتشابه ليه يبقى فيه لغة يعني ليه بنختار حكام ما يبقوش مميزين أو كمان مع عليهم كلام كتير فأتمنى انتحاد الأفريقيا يتجنب كل هذه الأمور وندي فرصة حتى الحكام الجدد يثبتوا نفسهم في أدوار تمهيدية زي دور 32 ممكن يقولك الماتشة سهل له أهلي نادي كبير فريق كانو سبورتلس فريق حديث الإنشاء في 2014 وكام من ده فخلاص نديرهم الماتشة ده خلاص لا لازم في حسابات دقيقة جدا بخصوص الحكام في أي مباراة بشكل عام فمش عارف هنتابع الموقف ونرأي أداء الحكم في مباراة الأهلي وكانو سبورتلس فريقا إن شاء الله نتمنى أن يكون موفق لكن دي تقارير كان لازم نتطرت لها قبل هذه المباراة وإن شاء الله بإذن الله الأمور تبقى كويسة طيب عندي كلام كتير لسه هنتكلم فيه أخبار كتيرة متعلقة بالندي الأهلي سواء في الصحف أو في المواقع هنتكلم عن كل هذه الأمور بعد الفاصل طيب عندنا أخبار كتير في الحقيقة قبل متطرك لهذه الأخبار عايز أتكلم عن تصرحات علي معلول بالأمس في ظل تواجده مع المنتخب التونسي استعداداً للأجندة الدولية المجبلة ومبراتين وديين بنسبة للمنتخب التونسي علي معلول اتكلم عنه أنه طبعاً سعيد أنه بيعود للمنتخب التونسي بعد طبعاً محركوا كنتوا عارفين أنه ما راحش مع منتخب تونس في بطولة الأمور الأفريقية في مصر طبقاً لاختيارة ألن جريس المدير الفني في هذا التوقيت والذي استبعد علي معلول فبسالي اللي عيد سعيد أو أنه هو عيد لي منتخب تونسي الأهم بالنسبة لي وبالنسبة لنادي الأهلي أنه تم التطرك مع علي معلول وسألوه لمستقبله في الكورة والعروض اللي ممكن بتجيله في بعض الأوقات وكلام من ده يعني قال لي معلول الرد قال أنا موجود في أكبر نادي في أفريق بصوا بقى هنا ثقافة التصرحات إحنا عندنا على فكرة بالنسبة هنا في مصر ثقافة التصرحات دي مش موجودة لما تيجي تتفرج على تصرحات لعبين في أوروبا ولعابي الكورة المصرية بشكل عام إلا قليلاً منهم يعني في الحقيقة بيتكلموا بثقافة مميزة جداً في التصرحات منهم حالي معلول اللعب التونسي في الحقيقة قال لي أنا موجود في أكبر نادي في أفريقيا سعيد جداً أن أنا موجود في النادي الأهلي علاقتي جيدة بالجميع وبالتحديد بجمهور النادي الأهلي فهو مش عايز حاجة تاني أنا مبسوط جداً موجود في نادي دايماً بنفسه على البطولات وأكتر نادي خد بصول الدوري أبطال أفريقيا ده على حد تصرحات علي معلول ففي الحقيقة علي معلول دايماً خلاص بقى فيه حالة خاصة كده ما بينه وبين جمهور النادي الأهلي وعشق ومن اللاعبين المحترفين اللي خلاص كتبوا تاريخهم وكتبوا اسمهم بشكل واضح جداً مع النادي الأهلي نتمنى له يا رب إن شاء الله كل التوفيق مع منتخب تونيس بعد عودته وكل التوفيق إن شاء الله خلال الفترة الجاية وتطرق كمان لمستر بايلر سأله إن كان فيه علاقة سيئة ما بين مستر بايلر ولعب تونيسي اسمه حمدي حربي في اندرلخت فبيقوله هل إنت متخوف من علاقته مع اللاعبين التونيسيين قال لا كل واحد مسؤول عن نفسه كل واحد مسؤول عن تصرفاته وانشوه مش متخوف اطلاقاً مواصف جداً إن النادي أكيد جياد مدير فني جيد وحيقدر يقودنا للبطولات نتمنى لنادي الأهلي كله والعلي معلومة إن شاء الله كل التوفيق لها المرحلة الجاية بما إننا كنا بنتكلم على موضوع الحكم فمعنا مدخلة مهمة جداً مع الأستاذ محمود باهي أناقض الرياضي بالشروق يا محمود مساء الخير عليك مساء الخير عليك أميرو على كل مشاهدي قلات الأهلي كنت نشرته يا محمود تقرير عن حكم مباراة الزهاب ما بين الأهلي وكانوا سبورت بطل غينية الاستوائية وضح لنا الصورة بشكل أكبر هل الحكم ده فعلاً عليه شكوك كتيرة لوقائع سابقة؟ والله يبدو مجرد ما أعلم الاتحاد الأفريقي عن أسماء طاقة من الحكام الخط وبيات دور الأرطال وكاسة الكونفترالية عملنا ترش عن جميع أسماء الحكام كان الملاحظة اللي احنا وقفنا عندها الحكم الغيني جوش وفندو كان عليه كلام كتير شوية الكلام ده كان أخره في كاتلوم الأفريقية الأخيرة اللي صدفتها مصد كان قبل مباراة نيجيريا والكاميرون كان فيه تقارير كتير بيتقول أن الحكم ده سبق لي أنه هو جامل منتخبات متخب نيجيريا أكتر من مرة تبقى وفي حوادث يعني شهيرة جداً كان أبرازها مبشي بين نيجيريا وزنبيا تبصد كاتل عالم الأخيرة 2018 وقالوا أن الحكم لغى هدف صحيح 100% ده سبته بذلك الأعادة الفوزينية المتخب زنبيا وتسبب في فوز نيجيريا وكان فوز حاسم ليهم جداً في تصفيرات المونديال ودرجة أن الاتحاد الزنبي تقدم بشكوى رسمية ضده وطالب بإبعاده عن أي مباراة عن أي مباراة قادمة لي النقطة الثانية برضو كان فيه برضو مبشل منتخب نيجيريا أيضاً مع منتخب ليبيا ومنتخب نيجيريا كسر 3-2 وكان برضو المباراة كانت فاصلة في تأهل منتخب نيجيريا تكسر الأمم اللي استضافتها مصر وثبت أن الجون الفجل منتخب نيجيريا برضو كان من تسلل فهنا كان بدأ عليه علامات الاتفاهم اللي هو دايماً محابي لمنتخب نيجيريا عشان كده الصحافة الكاميرونية كانت خايفة من تعيينه والمباراة نيجيريا والكاميرون في دور الثمانية لكاسر الأم الأفريقية الأخيرة وقالت أن الحكم ده ياما جامل منتخب وقاع سبقة وشهيرة وذلك برضو الحكم الغيني جوش وفندو تم استبعاده وترحيله من بطولة كسافة عشان ارتكب أخطاء كارثية في مباراة بين منتخبين منتخباي زمبابوي ومضهاشكا دي كانت أبرز الملامح أو علامات الاتفاهم وأنه الحكم ده مصير للجدل رغم أنه كان مصنف في بلده من أفضل الحكام من خمس أو عشر سنيني هل كان في عقوبات سابقة من قبل الاتحاد الأفريقي على هذا الحكم بالتحديد ده محمود؟ التقارير قالت أن الاتحاد الأفريقي لم يستمع للشكاوى التي تقدم بها الاتحاد الزمبي رغم أنهم طلبوا باستبعاده تماما من أي مباراة سواء لمنتخب الزمبي أو الأمدال الزمبي في البطولات الأفريقية يعني أنه الحكم مي جديد على الكرة المصرية الحكم سبق لي أنه أدار مباراة بيتاكلاد مهاد الزمالي في دور الأفطال سنة 2013 وسبق لي بره أنه أدار مباراة النادي المصري مع التحاد العاصمة في كافة الكمسرولية السنة اللي خاتف والحكم ما يعتمش بها يبقى تالي الزمور لي مع الأندية المصرية لكن لم يصدق لي أنه حكم أي مقشاط لمتخب مصر سواء النشئين أو الشباب أو الأولمبي أو حتى المتخب الأول النصيحة اللي ممكن نقولها لفريق النادي الأهلي في كيفية التعامل مع هذا الحكم ممكن تكون إيه؟ والحكم بص أمير التحكم الأفريقي برضو خلينا نعترف أنه هو التحكم الأفريقي لحد ما عليه علامات التفهام طبعا طبعا لكن بلوقتي مع التطور ودخول التكنولوجيا مع فيه رقابة وفيه يقال أن فيه عصر جديد يعيش بالتحاد الأفريقي يعني نتمني أن يتعدي كل المغاريات على خير بفيش نصيحة معينة غير أن الدواء اللي عيدها يتركز سواء النبي الأهلي أو جميع الفرق المصرية تركز في المجارعة فقط بسنتفيدش لأي حوادث سابقة لأي حكم لأنها ممكن تكون ظروف مباراة لكن هو نفسه كان التخاوف الأكبر أنه كان دايما مجامل لمنتخب نيجيريا يعني نتمنى إن شاء الله أن المباراة تخرج بشكل جيد وأن يكون الحكم يأدي بأداء جادة مشكرك يا محمود شكرا جزيلا أستاذ محمود باهي أنا أقدر يدي بجريدة الشرق والحديث عن الحكم جوشوى بوندو الحكم ألغيني اللي هيدير مباراة الأهلي وكانوا سبورت طيب نفش بقى سرعة في الحلقة ونروح نشوف أهم الأخبار التي كتبت عن نادي الأهلي في الصحف يلا بينا الأخبار فرماينات فيلر في الأهلي السويسري للعبين في أول مران أكره الاستهتار تصحيح الأخطاء فورا والفرصة للجدين في الأخبار المسائي فيلر يقود ثورة فنية في الأهلي اجتماعات وتعليمات وطريقة جديدة في الظهور الأول والهدوء سيد الموقف اليوم السابع الأهلي يجهز 60 مليون جنيه لصرف مستحقات ومكافآت للاعبي فيلر يطلب ملخصات جيرالدو وكمسان يقدم ثلاثة تقارير للخواجة قبل مواجهة بطل غيني الأهرام فيلر يفاجئ لعبي الأهلي أعرف كل شيء عنكم وأطالبكم بالالتزام الفريق يواصل الاستعدادات لمواجهة كانو سبورت الغيني بدور الأبطاء روزل يوسف أربع عقبات تواجه فيلر مع الأهلي المساء نجوم الأهلي قدموا أنفسهم لفايلر باستعراض المهارات السويسري يركز على التسليم والتسلم تحت ضغط والتمرير الصحيح الجمهورية أظاروا باكم في الجزيرة الأهلي في غينيا الأربعاء وفايلر يدرس الفريق الوافد الأهلي يجدد الثقة في لجنة التخطيط ويمنح فيلر الصلاحيات الدستور الفريق يسافر إلى غينيا 11 سبتمبر لمواجهة كانو سبورت في أبطال أفريقيا تخطيط الأهلي تعرض سلاسة أجانب على فيلر بعد فشل صفقة موليكا الشروق فيلر يطلب وديتين للأهلي قبل الصفر إلى غينيا المدير الفني يطلب الاطلاع على لائحة الفريق ويسأل عن معلول وأظار وسلمان المصر اليوم فيلر يظهر العين الحمراء للعبي الأهلي مبكرة المدرب للعبين الإندباط سر المشاركة ولا أعترف بالأسماء الغيابات تسبب صداعاً للمدير الفني ومؤمن يستكمل علاجه في ألمانيا طيب أخبار كتيرة الكلام حيفضل مستمر خلال الفترة الحالية عن مستر بايلر والكثير حيراجبه في التدريبات أو في المباريات وأول مباراة إن شاء الله يوم 14 أمام بطل جينيا الاستوائية لكن خلينا نبتدي بجريدة الأخبار واللي بتقول إيه؟ بتقول إن فرامنات فيلر في الأهلي السويسري اللاعبين في أول مران أكره الاستهدار تصحيح الأخطاء فوراً والفرصة للجدي طيب خلينا أتكلم مع حضراتكو كده من الآخر عشان ممكن البعض يقول إيه؟ إن إحنا لازم ندعم فيلر ولازم إن إحنا نتكلم عليه بشكل إيجابي وكلام من ده أوكي ده مطلوب وده طبيعي تدعيم والمساندة ده مفروض منه لكن الراجل شخصيته مختلف دي حقيقة شخصيته مختلف الكلام من الناس كلها اللي حضرهم برحة مؤتمر صحفي المقربين من تدريب النادي إلى أهلي الناس جوه شايفين إن الراجل عنده شخصية مختلفة شخصية قوية بإذن الله حتنجحه مع النادي الأهلي اللي حيبقى ناقص بس التوفيق هو ده اللي حيبقى ناقص لكن دعم الإدارة دعم الجمهير كله أكيد حيكون موجود مع مستر فيلر واضح جدا من خلال العنوان إنه راجل مركز جدا فيه كل الأمور يعني بيقول لك مثلا أنا بكره الاستهدار أكيد ده كلام طبيعي ومهم جدا وحيشتغل تصحيح الأخطاء فورا يعني إذن هو بيشتغل على اللي كان قبل كده مش بيهده يبني من جديد حيشوف في آخر مباراة النادي الأهلي لعب بيها كان الشكل عامل إزاي الطريقة الكلام من ده أكيد حيكون ليه طريقة طبعا مختلفة ده شيء بديهي لكن في نفس الوقت لو فيه أخطاء هو شافها أكيد حيحاول يعالجها وتحديد فيما يتعلق بخط الهجوم يعني والفرصة للجدين إذن هو مش جاي مركز على مجموعة واحدة بس من اللعبين أو أسماء معينة من اللعبين هما اللي حيشاركوا لا أهو حيبص في الملعب وحيشوف والجميل إنه أول مبارح ابتدى التدريبات بتأسيمة على طول عايز يقايم هو بعينه هو عينه هو هتبقى مختلف أكيد وكل مدير فاني بيبقى ليه قلعاته ونظره يعني ده شيء طبيعي جدا لكن من خلال رؤيتهم طبيعته للمستويات اللي عامين في المران والتأسيمات اللي بيعملها كل يوم فأكيد حيقايم كويس وحيختار الأنسب إنه يلعب ويشارك بإذن الله نتمنى له كل التوفيق عايز نروح للأخبار المسائي الأخبار المسائي بتتكلم على إن ذايلر يكون ثورة فنية في الأهل اجتماعات وتعلمات وطريقة جديدة في الظهور الأول والهدوء سيد الموقف دايما بيبقى فيه هدوء في النادي الأهل بشكل عام الفريق الأول كمان بالتحديد دايما بيبقى فعل على نفسه عارف الناس عارفين بيشتغله إزاي كل واحد ليه طريقته في الشغل وعارف واجباته إيه بالزبط فموضوع الهدوء ده شيء طبيعي ومش جديد على النادي الأهل لكن عايز على جزئيتين ونتكلم فيهم بصراحة تم فيلر يقود ثورة فنية في الأهل ثورة فنية أكيد الرجل هيكون ليه ثورة فنية أكيد هيكون ليه تكتيك مختلف وخطط واستراتيجية مختلفة من خلال رؤيته وأكيد هيسيب بصمته وحدبان بصمته منذ البداية بإذن الله لكن الأهم بقى اللي جايدة اجتماعات وتعليمات وطريقة جديدة في الظهور الأول حلوا قوي موضوع الطريقة الجديدة في الظهور الأول الأهم حنشوف طريقة جديدة آه حنشوف طريقة جديدة حنشوف أداء كويس في قوي مبراء آه حتشوف أداء كويس في قوي مبراء الدليل إيه؟ هل إحنا بنتنبأ؟ لما شو ننتنبأ؟ دايماً دايماً لما بيجي مدير فان جديد بيبقى كل العيب عايز يزبط أنه هو عيب جامد قوي وعايز يلعب في قوي مبراء بشكل كويس وبالتالي بنلاقي الأداء كويس جداً بس الأهم لما تبتدي البداية الكويسة دي تستمر أنا بقول كده ليه؟ لأن مع مستر مارتين لسارتي لو تفتكروا أول مباراة ليه مع النادي الأهلي كانت أمام المقصة لا بعد فيراميدز بعد فيراميدز لما أتذكر يعني المباراة مباراة سموحة ومباراة المقصة كان الأداء كويس جداً فيراميدز إحنا قسرنا منها مع لسارتي في قوي مباراة يعني لك أبتكلم بعد بقى الرجل كان لسه جاي أصلاً فكان جاي بقى له كام يوم يعني تدريب الفريق لكن بعد ما دخل بقى وغاص كده في الأمور الفنية فشوفنا أداء حلو قوي وقلنا لعدة الرجل ده حيبقى جامد جداً جداً بعد كده هناك جرف بينزل وبإطلع بينزل وبإطلع مفيش ثبات ومفيش استمرارية فعشان كده إحنا بنتكلم بالقول إيه؟ إن الأهم آه حنشوف بإذن الله بداية كويسة وأداء جيد وبإذن الله تكون نتيجة جيدة إن شاء الله إيجابية هناك في غيني الاستوائي لكن الأهم إن إحنا نستمر لعبة النادي الأهلي تستمر على هذا الأداء وعلى هذا الحماس الحماس دايماً بيجي عنده موضوع مفروغ منه لكن دايماً لازموا عارفين إن هم عليهم مسئولية نبيرة قوي قوي لأن أكبر كم من الجماهير المصرية هو جمهور النادي الأهلي أكبر عدد جمهور النادي الأهلي في مصر بإكرار الجميع طبعاً لكن في نفس الوقت أنت كلعيب في النادي الأهلي حاول تثبت إن أنت أقدل تيشرت إن أنت لابسه وحاول تجيب البطولات لنفسك والإسمك وكمان لجماهيرك فده هيبقى شيء مهم الاستمرارية وفي الظهور الأول إن شاء الله حنشوف شكل جيد ومميز بإذن الله بإذن الله نروح لليوم السابع اليوم السابع بتقول الأهلي يجهز 60 مليون جنيه لصرف مستحقات ومكافآت لعبين ده طبعاً بيبقى طبقاً للعقود وللليحة المكافآت بتتعلق بالفوض بطولة الدوري وكمان المشاركات في الليحة يعني عدد المشاركات الخاصة بكل اللعيم بناءاً عليها بيبقى فيه البنود بتاعة الليحة بتنفذ أو بتاعة التعاقد كمان بتنفذ فده شيء مفروغ منه حتى اللعبين الرحلوا على النادي الأهلي أكيد حقهم موجود وحيخدوه يعني لما النادي الأهلي يسعف هذه المستحقات بكل تأكيد والحاجات دي النادي الأهلي فيها ما بيهزاش طبعاً بايلر يطلب ملخصات عن جيرالدو إيش معنى؟ يعني ملخصات على الجيرالدو إيش معنى؟ الراجل واخد ملخصات عن كل عن كل اللعبين الملخصات هياخدها تقارير كلها عن اللعبين عدد المشاركات بتاعتهم إصاباتهم الفترة الأخيرة أخبارها إيه؟ كل ما يتعلق بكل لعب في النادي الأهلي مش جيرالدو بس اللي حيبق فيه ملخصات ليه وتقارير ليه يعني ممكن هنا بيتكلموا على جيرالدو لأنه في فترة أخيرة الكلام كتير على جيرالدو وقابليها لو تفتكروا حدركوا الكلام كان على أجاية شوية وقابليها على أظهار شوية وعلى صالح جمعة لكن بالتحديد على الأجانب ليه الكلام كتير شوية لأن البعض بيتنبأ بيقولك أن الأهلي خلاص اقترب من التعاقد مع مهاجم أجنبي أو هيجيب لعيب أجنبي الكلام ده سابق للأوانب ولسه مستر بايلر هيقيم الأمور وحيشوف هل هو بحاجة لمهاجم أجنبي جديد ولا لأ الموضوع مطروك ليه بشكل تام يعني بشكل تام ممكن لجنة التخطيط ترشح وارد شغلتهم كده لجنة بتخطط للكرة لمستقبل الكرة للنادي الأهلي فبيتابعوا لعبين كتير بيتفرجوا على فيديوهات كتير ممكن يرقبوا عن قرب بعض اللاعبين فبالتالي بيعملوا تقارير تقارير دي بتعرض على المدير الفني طبقا لإحتياجاته هو بيكرر هل حعوز ده ولا ده ولا ده لو اختار النادي الأهلي حينفز ده موضوع يعني ما فيهوش جديد والمقاش لكن مش جيرالدو بس اللي حيتمهم طبعاته يعني كل اللاعبين مهمين في النادي الأهلي واكم صاني قدم ثلاثة تقارير للخواجة قبل مباجهة بطل غينيا تقارير أسماء اللاعبين أرقام التيشيرتات بتاعتهم مراكزهم ايه الحاجات الطبيعية واللي أكيد هتكون جاهزة وقدمت خلاص كمان لمستر فيلر بإذن الله إن شاء الله الأمور تبقى ماشية بالشكل الإيجابي اللي نتمنى كلنا نروح للأهرام فيلر يفاجئ لعبي الأهلي بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم أعرف كل شيء عنكم وأطالبكم بالالتزام طبعا يا مستر فيلر إحنا عندنا الحمد لله اللاعبين ملتزمين والتزام كبير جدا في النادي الأهلي ودائما النادي الأهلي بيبقى غير حيث أنه يعرف كل حاجة عنهم ده شيء إيجابي أكيد الرجل سأل كتير تابع كتير شاف تقارير وبحث عن اللاعبين بشكل مفصل قبل ما يجي ده شيء حيكون إيجابي جدا في الحقيقة الفريق يواصل الاستعدادات لمواجهة كانوس بورتارجيني بدار الأبطال ده تكلمنا فيه خلاص طيب نروح لروزل يوسيف وعمل تقرير في الحقيقة تقرير كويس جدا أربع عقبات تواجه فيلر مع الأهلي الناس يعني بيحاولوا يحللوا الأمور في زل قيادة فنية جديدة المستر فيلر لمدير أفاني جديد وهم تطرقوا لأربع حاجات الشيء الأولاني وهو فيما يتعلق به ديك الوقت الوقت داي أقال وقت داي الراجل جي قبل المطش الأولاني ب 12 يوم لكن احنا مش بنختلق أعذار دلوقت لا ما فيش أعذار إن شاء الله الراجل ملمة بالأمور وحيبقى كويس وكل حاجة والدنيا تمام لكن الناس بتتكلم من تحديد فروزا اليوسف على العوامل اللي ممكن تؤثر على مستر فيلر أو التحديات اللي هيواجهها ديك الوقت ده شيء آه مفعلا مش بس إن شاء الله بإذنه مش هيأثر لكن هو موجود وقت داي قبل المباراة الأولى وأكيد هيتعامل معاه بشكل كويس جدا مستر فيلر مباراة السوبر تحدي مهم جدا لسه طبعا مش عارفين معادها إيه ولحد دلوقتي معادها يوم 18 حتى النهاردة في اجتماع الاتحاد الكورر ما خرقش أي قرار بخصوص ماتش السوبر وموعد النهائي لانطلاق الدوري المفروض انطلاق الدوري هبتدي يوم 19 لكن السوبر أكيد هيتأجل يعني مش عارفين هيتأجل قد إيه هنشوف لسه والعقبة الثالثة بطولة الدوري والانطلاقة في هذه البطولة والأخيرة بقى الرد على الانتقادات النادي الأهلي بيرد على الانتقادات في الملعب مستر فيلر ممكن يكون يواجه بعض الهجوم من أول ما جاء من قبل ما يوصل مصر كمان من أول ما النادي الأهلي أعلن عن التعاقد معاه لكن دايما بيبقى فيه انطبعات مختلفة أراء مختلفة ده الطبيعي لكن أكيد مستر فيلر بإذن الله حيرد من خلال الشكل التكتيكي الشكل الفني الخاص بالنادي الأهلي داخل الملعب وإدارته بكل الأمور الخاصة بالفريق الأول لقرة القدم إن شاء الله تحديات هي تحديات صعبة بس بإذن الله بإذن الله حقدره يتخطوها نروح للجمهورية واللي إحنا بقى كنا بنتكلم فيه على مدار سبعين فاتو أزاره باكم في الجزيرة الأهلي في غينيا الأربعاء وفايلر يدرس الفريق اتكلمنا خلال الفترة اللي فاتت كلها لما كان الكلام على أزاره شوية وبعد يجي قرأت جايه لما كنا نقول من كلام ده من دقائق يعني ودلوقتي هو بتكلمه على جرالده لكن المؤكد يا جماعة قلنا ساعتها إن أزاره مكمل قلنا ساعتها إن أزاره محتاج الدعم المساندة ومحتاج استعادة الثقة ومحتاج التوفيق تمام؟ في الوقت اللي كان الناس كلها بتتكلم على إن أزاره حيمشي خلاص والاتفاق حصل والاتفاق ما بين الأهلي وأزاره وإن اللاعب سافر المغرب ومش راجع على نادي الأهلي لا أزاره راجع سيخلص مع أزاره مع المنتخب المغربي وحيرجع وحيشارك مع النادي الأهلي بشكل طبيعي جدا إن شاء الله نتمنى له التوفيق والعودة للتقلق لأنه فعلا ما كانش موافق الفترة اللي فاتت والتوفيق ده أو عدم التوفيق ده بيحال في أي لعيد في الدنيا طول شوية آه مع أزاره بصراحة طول شوية بس المدير الفني أكيد هيتصرف في الموضوع ده فبالتالي أزاره مكمل الأهلي في غينيا يوم الأربع وإن شاء الله حنسافر أو الفريق حسي في اليوم 11 موضوع يوم 14 ويفايلر يدرس الفريق أكيد هيدرسه بشكل قوي جدا من خلال بعض اللقاطات لهذا الفريق للوقوف على نقاط القوة الضعف لفريق كانوس بورد طيب نروح للوفد وده عنوان مهم لازم نعلق عليه بصراحة طرحيل سنائي تنس الطاولة من المغرب اللي سوء السلوك ده اتكلمنا فيه مبارح وقالنا إنه دي الأهلي في الحاجات دي عنده كده إيه مبادئ معينة ماينفعش إنه يتخلى عنها اتنين حصل بينهم مشكلة هناك في البطولة العربية قبل ما تنطلق البطولة العربية للتنس الطاولة في المغرب ما بين اتنين نجوم كبار في الحقيقة خالد عصر وعمر بدير وخلاص دول تم طرحيلهم وبنعل على قرار نهائي من كابتا محمود الخطيب وإكيد سيكون فيه عقوبة ده شيء مؤكد ده جزء الأولين الجزء الثاني بعد ده مهم جدا الأهلي يجدد الثقة في لجنة التخطيط هو الأهلي فقدوا الثقة أصلا في لجنة التخطيط مين قال كده؟ مين قال إن منادي الأهلي فقدوا الثقة في للجنة التخطيط بالعكس لجنة التخطيط دورها واضح جدا ومؤثر على مدار الفترة اللي فاتت سواء الدكتور طه سماعيل رئيس لجنة التخطيط الكابتن الكبير كابتن خالد بيبو عضو هذه اللجنة الكابتن الكبير جدا الكابتن زاكريا ناصف عضو هذه اللجنة لهم تأثير كبير فور توليهم المسئولية في النادي الأهلي في لجنة التخطيط للكرة لعبين اشتغلوا عليهم وجابوهم اختروهم بعناية ونادي الأهلي تحركوا جابهم المسئولين على التعاقدات جابوا بحث عن مدير فادي اشتغلوا وشافوا ندي الشخصية الأنسى ممكن امتى تقول الأهلي فاقدوا السكة في لجنة التخطيط او هم معجبين بلعبين معينين هيتم معرضهم على المدير الفني المدير الفني يتفرج عليهم يشوفهم عجبوا النادي الأهلي بإذن الله يتحرك يخلصهم فده يعتبر خبر مش جديد هو الناس بس رطب باحتمالية النادي الأهلي تعاقد مع مهاجم وان صفقة موليكة فشلت وكلام من ده أولاً فيش كلام رسمي بخصوص صفقة موليكة أو معحدش قال أصلاً ندي أهلي بفاوض موليكة لعب مازمبي أو مهاجم مازمبي في نفس الوقت هنشوف خلال الفترة جاية إيه اللي ممكن يحصل ونتوقع أي شيء يحدث أي شيء ممكن يحصل يعني في سوق الانتقالات نروح للشروق فيلر يطلب وديتين للأهلي قبل الصفر ده حيحصل بإذن الله على الأقل على الأقل هتبقى ودية واحدة بس إن شاء الله ممكن يبقى وديتين المدير الفني يطلب الاطلاع على لائحة الفريق وده مهم قوي ليه بقى مهم؟ لأن مستر فيلر قبل كده تولى مركز مدير الكرة في نادي سانت جالين السويسري فده معناه إيه؟ إن الرجل عنده خبرة إدارية وبالنسبة أتكلمنا أعتقد في الموضوع الآن بارح الرجل عنده خبرة إدارية كويسة فكون إن هو بيدور وعايز يعرف كل حاجة عن الفريق إدارياً وثنياً ده شيء مميز جداً بيعكس إيه؟ بيعكس شخصيته القوية وإحنا مركزين في الحقيقة على الشخصية القوية دي من خلال متابعتنا وحضورنا لمؤتمر الصحفي في النادي لأن دي الأساس بصراحة ممكن مدارب يكون عنده فنيات عالية قوي قوي بس شخصيته ما تساعدهش إن هو يحقق المطلوب ممكن مدارب يكون عنده شخصية قوية جداً بس فنياته على قدها لكن في النهاية حقق لك النتاج اللي أنت عايزه فالأساس بصراحة بصراحة الأساس الشخصية أعتقد الكثير يطفقه في هذه الجزئية فكون هو بيتطلع على اللايحة يبقى هو عايز يلمي بكل الأمور خاصة بالفريق ولما يلمي بكل الأمور حيقدر يتحكم في كل حاجة وأكيد لو في حاجة في اللايحة دي عايز يعدلها هيعدلها هيعدلها أكيد لأن ده هيبقى شيء مهم جداً بالنسبة لو نسأل على معلول وأظهر وسلمان مش عارف الناس بتحدد أسماء ليه هو أكيد بيسأل على كل الناس بس ممكن معلول وأظهر بتحديد مش موجودين دلوقتي مع منتخبات بلادهم سواء تونس أو المغرب فلسه متعرفوش على الراجل أو الراجل متعرفش عليهم فأكيد هو هيتاباحهم في المنشطة الودية لو شاركوا علي معلول أكيد هيشارك أظهر ممكن يشارك مع المغرب فهيتفرج ويشوف برضو من خلال هذه المباريات وليد سليمان العيد كبير جداً طبعاً وأكيد الراجل بيتابعه وعاً قرب دلوقتي في التدريبات وبشارك في التدريبات بشكل جيد جداً يعني وليد سليمان إن شاء الله نتبند له كل التوفيق بيقولك كمان إيه السويسري يتسلم ملفاً كملاً عن الفريق من أمصان وده تكلمنا فيه وترحيل سنائة إنستان واتكلمنا فيه خلاص نروح للمصري اليوم بتقولها فيلر يظهر العين الحمراء للعيب الأهلي مبكرة اسلوبه بقى يعني احنا مش عايزين نتدخل بقى في حتة هالراجل فعلاً أظهر العين الحمراء أظهر عشبه هو خلاص بقى هو الراجل مدير فني كبير وجيد وهو عارف بتشتغل إزاي يعني هو بس دايماً بيبقى الإعلام نركز مع النادي الأهلي ده شئ طبيعي جداً وشغلهم وحاجة طبيعية لأن النادي الأهلي نادي كبير جداً المدرب للعابين والإندباط سر المشاركة ولا أعترف بالأسماء ده شيء مهم ومميز جداً الغيابات تسبب صداعاً للمدير الفني فيه غيابات سواء لعابين في المنتخب الأولمبي المصري المنتخب الأولمبي المالي كمان بالنسبة لأليو ديانج أظهره مع لولف منتخب تونس ففيه بعض اللي حوالي 9 اللاعبين مش موجودين يعني دلوقتي فبالتالي أكيد بيكون بيفكر هو كان يتمنى طبعاً أي مدير فني كان يتمنى للعابين كلهم يبقوا قدامه لكنهو هيتابع هؤلاء اللاعبين في مباراتهم مع منتخبات بلادهم خصوصاً منتخب مصري كمان هندي رمض شير مع السعودية منتخب الأولمبي يعني فعدينا عدد جيد من اللاعبين في المنتخب الأولمبي فهيشاركه فهتشوفوا الدراج الأكيد هيتفرج عليهم ممكن وارد إنهو يروح سواء لا أعتقدش على روح السويس من المنطقة القائمة في السويس يوم سبعة ممكن يحضر المبارات في السلام ويتفرج على اللاعبين حسب الظروف الله أعلم ساعتها الأمور هتمشي إزاي دي أخبار الأهلي في الصحف لسه فيه أخبار للأهلي في المواقع هنروح نتكلم عنها بس بعد الفاصل طيب لسه عندنا أخبار متعلقة بالنادي الأهلي على المواقع هنروح نشوفها يا رويني الوطن سبورت بايلر يشهل حماس لعابي الأهلي الملعب هو الفايسر صدى البلد بايلر يطالب لعابي الأهلي الانتزام بتعليماته والتركيز في التدريبات سوبر كورا مستشفى الأهلي بايلر يطمئن على حالة المصابين والبرامج التأهلية الكابتن بايلر يحسن مصير التعاقد مع المهاجم السوبر بعد تقرير الثلاثي المرشح للاندمام فيتو عبدالحفيظ يتواصل هاتفيا مع سفير مصر في غينيا الإسوائية الفجر الرياضي الأهلي يتخلى عن الطائرة الخاصة أمام كانو سبورت مبتدى معلول ألعب لأكثر فرق إفريقيا تتويجا وسعيد بالعودة لعائلتي في المنتخب في الجول الاتحاد التونسي معلول عادة لمكانه الطبيعي في المنتخب طيب أنا عارف أن الجمهور الأهلي دايما بيحب علي معلوف فإحنا عايزين نتطمن عليه بشكل أكبر عشان كنا معناه مدخلة مهمة جدا من تونس مع السيد بشير خلافالة الصحفي التونسي بإذاعة شمس FM يا أستاذ بشير مساء الخير عليك مساء الخير أهلا بيك زميلي وأهلا بكل مشاهدي قناة الله تونس أخبار إيه كويسة؟ الحمد لله أستاذ الفي الحمد لله عايزين نتطمن عليه معلول وكيف كان استجوال اللاعب في المنتخب بعد عودته وبعد ما كان تم استبعاده طبعا في بطولة الأمم الأفريقية هو في الحقيقة استبعاده المعلول من بطولة الأمم الأفريقية يعني بعض التقييم بعض المشاركة بين قوسين المتوصل للمتخب الوطني تونسي في البطولة الأفريقية بين تلك يشف أنه المتعلوم ما كان وطبيعي كما كنت تقضلت وقلت في المتخب الوطني التونسي بعد عودته للمتخب الوطني التونسي مع استبعاد أو عقالة الفرنسية على الغيرات وأحصى المقللات القISE للصدقب الوطني التونسي لمن twin ask the mayor تم إعادة دعوة عليه المعلول وتم استقبله من كل زملائه بكل حرارة بكل فرح عليه المعلول يلي ما كانوا موجودة في المتخب الوطني التونسي وحتى عند استبعاده من المتخب الوطني التونسي كانت دائما في المجموعة الموسعة أو القائمة المواسعة للمنتخب الوطني لتونسي يعني هو واحد من الأبرز اللاعبين خارج تونس أكيد أبرز لعب في الأهل المصري الموسي لا يمكن أن لا يكون لتونس أضلط يعني ما شاهدنا الصور واللقاطات بالنسبة للتبات خيرا للمنتخب الوطني لتونسي تحدث كثيرا إلى النخب الوطني الجديد منظر الكفية وعلى ما يبدو سيكون أساسي في المباراة القادمة للمنتخب الوطني لتونسي للمنتخب موريتاني إن شاء الله يكون أساسي نتمنى له كل التوفيق ويعود للنادي الأهلي بدون إصابات ودي أهم حاجة بالنسبة لنا بصراحة لكن في نفس الوقت عايز أتكلم على التحدي الجديد من خلال منظر الكبير مدير الفني الجديد الوطني للمنتخب التونسي وهل الشارع الرياضي التونسي متفائل بمسيرة جديدة وانطلاقها جديدة للمنتخب تحت قيادة هذا المزير الفني؟ نحن حقيقة في انتظار منتخب وطني يولوك مع مدير الكبير مدير الكبير هو تقريبا من المشرفين على تكوين كل هؤلاء اللاعبين الذين يكونون حاليا المنتخب الوطني لتونسي هو مكون بانتهاز لكن في نفس التوقيت درب عديد الفرق الكبرى درب النادي لبزارتي الذي حازم معه على كأس تونس سنة 2013 درب الناس مرياضي شاحلي درب التراجل لتونسي وأيضا في سنواته الأخيرة كان مدير فني مشرف عام في التراجل لتونسي يعني منذ الكبير يعرفت جيدا كرة القدم التونسية من الناحية الأكاديمية هو متكون ومتكون على سعيد عالي ويمكن حقيقة أن يقدم الإضافة إلى المتخب الوطني التونسي خاصة مع خيار جمعة تونسية لكرة القدم باستخدامه باستقطاب إدارة فنية ومدير فني تونسي للمرحلة القادمة والابتعاد عن المدرسة الذنبية وخاصة المدرسة الفرنسية التي ظهرت حقيقة عدم فعاليتها مع كرة القدم التونسية الحالية ومع الإعجابين وطبيعة اللاعبين الحاليين الذين يكونون المتخب الوطني التونسي أيضا وجود عادل السليني كما تعلمون في الليطار الفني الجديد المتخب الوطني التونسي مع مضر متبير عادل السليني اللاعبته لتسابق واحد من الأفضل هدفي المتخب الوطني التونسي من الممكن أن يعطي إضافة كبيرة للمتخب الوطني التونسي والإطار الفني وأيضا الابتعاد عن بعض التجادبات التي لحظناها في البطور التفريقية الأخيرة بين ألان جيريس ومساعديه التونسيون لأن الأنجيريس في الحقيقة في البطور التفريقية لم يختر مساعديه أختارهم حسب علم الجامعية أختارهم المكتب الجامعي لكن في هذه المرة منذ الاخبار هو من اختار عادل السليني وكل عضاء التقم الفني الذي يستغلوا معه وبالتالي نحن في انتظار منتخب وطني جديد مع من يكون الأجدر هو من يلعب في الميدان والأجدر هو من يكون أساسي والأجدر ومن يستحق المتخب الوطني التونسي يتم توجيه الدعوة له هذا ما حصل مع توجيه الدعوة لعديد الأوجه الجديدة منه الجريني دودياك سيكون أيضا في خطة باهير أيضا نسر عليه المعلوم لعب هامبورج الألماني لبوندسليجا تولى لبوندسليجا درجة في حين الألمانية بالتالي علينا معلول ووساما لحداديا أيضا لعب الاتفاق السعودي ودودياك سيكونون ثلاثة لعبين على مركز واحد وهو مركز أزعير أيضا فراث شواط موجود في المنتخب التونسي؟ فراث شواط غير موجود في المنتخب الوطني التونسي ما تمش اختاره من جانب فني يعني هو العيب مميز في الحقيقة لعب نادي الصفاكسي التونسي لكن بتحديد عايزة أسأل حضرتك على نظرة الشعب التونسي والمسؤولين في تونس بتحديد عن الرياضة لألان جريس بعد وصوله لنصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية بعد بدايته في البطولة بشكل سيء وبعد كده وصل قبل النهائي فده شيء جيد هل بتعتبره ألان جريس نجح ولا فشل في عيون التونسي؟ في خمسين بالمئة من مؤتدين قراءة القدم واللقاء يكون مجح وخمسين بالمئة يكون لم ينجح ألان جريس أن المتخب الوطني التونسي يحقق الوصول إلى الدورة النصف نهائي لكأفريقيا لأول مرة منذ سنة 2004 لأول مرة من 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 مرة أحد دائماً فشل أجيري ونا نحن على ملعبنا بالطراحة صعبة جداً لكن في العموم نتكلم على أخبار الأهلي في الموقع ونعلق عليها نبدأ بسوبركور بتقول مستشفى الأهلي بتتكلم على أن بايلر يطمئن على حالة المصابين والبرامج التأهلية كل التقارير ستبقى قدام الرقم يعني في الحقيقة عندنا مصابين زي محمد محمود خلاص بيتعافة ساعة سمير شبه تعافة بشكل نهائي كريم ندفد قدامه تقريبا شهر ويتعافة مؤمن زكريا لسه قدامه شوية 3-4 شهور لكن التقرير برضا تبع عنده عندك كمان رامي ربيع رامي ربيع اللي عنده شد خفيفة العضلة الخلفية قدامه سبعين بالكتير إن شاء الله يكون متواجد في التدريبات الجمعية لكن كلها تقرير بشكل طبيعي جدا ومنطق إنها تكون قدام مستر جريني بايلر عشان ينم بأكبر قدر ممكن من الأمور داخل القلعة الحمراء إن شاء الله بإذن الله يكون موافق نروح لموقع الكابتن يتطرقوا برضو نفس الموضوع نحن لازم نعرض على حضراتكم ونازم نقول لحضراتكم المواقع كتبتي عن نادي الأهلي ونحاول نوضح بقدر المتاح نحن نقوله دايلر يحسن مصير التعاقب مع المهاجم سوبر بعد تقرير السلاسية المرشح لأنه ما موضح إن كذا موقع وكذا الجورنال النهاردة كتب فيه هذه القصة وده بيبقى في الغالب استنتاج لأن زي ما قلت حركوا البعض بيقول إن ممكن نادي الأهلي يتعاقد مع مهاجم حنشوف خلال الأيام الجاية وهنشوف هل نادي الأهلي هيتعاقد فعلا مع مهاجم ولا مش هيتعاقد مع مهاجم ده حيبقى تبقى لإيه؟ تاني تبقى لإيه؟ للرؤية الفنية لمستر دايلر هو اللي هيكرر هتشوف اللعب الأول يقيمه وبناء على هذا التقييم يتم اتخاذ القرار بإتجاه تعاقد مع مهاجم أجنبي حنشوف الأمور هتبقى نروح لفيتو والكلام على مبراط الأهلي وكانوا سبورت عبدالحفيز يتواصل هاتفا مع سفير مصر في غينيا الإستوائية يعني ده تواصل مبدئي لكن كابتن سيد عبدالحفيز هيسافر هو كابتن سامير عدلي المدير الإداري للفريق يوم تسعة من الشهر الجاري عشان يحضروا لكل الترتيبات الخاصة بالبعثة هناك إن شاء الله في غينيا الإستوائية سواء مكر الإقامة ملعب التدريب وحجز هذا الملعب وعشان الأمور كلها تبقى مهيئة للنادي الأهلي قبل ما يوصل مباشرة ويستعد بشكل قابل من خلال يومين قبل المباراة إن شاء الله بإذن الله يكون موافق نروح للفجر الرياضي الأهلي يتخلى عن الطائرة الخاصة أمام كانو سبورت تفاصيل الرحلة كاملة الفجر الرياضي تواصل مع كابتن سامير عدلي مدير الإداري للفريق والأقل مش حيبقى فيه طبقا يعلن المثل الخبر إن مش حيبقى فيه طائرة خاصة على حاجة نحن هلمشي من هنا لأثيوبيا ترانزيت ومن أثيوبيا مباشرة لمدينة مالابو بغينيا الإستوائية والرحلة هتستمرت حوالي 11 ساعة رحلة الزهاب كانت نسمير عدل من الناس اللي بتعمل مجهود كبير جدا في الحقيقة نتمنى له إن شاء الله إن شاء الله إن هو يستمر في تقلقه بصراحة رجل تاريخ كبير جدا في جانب الإداري سوء عن طاخل مصر نروح له في الجول الحديث لسه عن علي معلول الاتحاد التونسي هو حدث في الحقيقة علي معلول يرجع لمنتخب التونسي وقالضا كان حدث لما علي معلول تم استبعاده من منتخب التونسي كانت مفاجأة لكل المتابعين يعني لكن اتحاد التونسي بيقولن معلول عادة لمكانه الطبيعي ده من خلال تصرحات لواصف جليل نائب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وقال إن كان غريب بالنسبة لنا علي معلول يستبعد أيام ألن أجريس لكن منظر الكبير اختار اللاعب واللاعب أكيد عنده خبرات كبيرة جدا جدا مع المنتخب التونسي وإن شاء الله يأثر بشكل إيجابي جدا كالعادة لعلي معلول مع المنتخب التونسي بجمع الناس بعلي معلول أسوأ فتراته مع المنتخب التونس كان كاس عالم 2018 في روسيا اللي فده لم يكنش موفق خالص باعتراف اللاعب نفسي لم يكنش موفق خالص في هذه البطولة لكن هو لعب عنده إمكانيات وقدرات وشخصية عظيمة جدا جدا ومن أفضل اللاعبين يتعاقد النادي الأهلي معهم على مدار التاريخ في هذا المركز بالتحديد عندنا نجوم كبار في المركز الزهير الأيسر عندك قبل كده طبعا جلبرتو محمد عبدالوهاب الله يرحمه عندك سيد معوّد كان لعب جامد قوي جلبرتو طبعا عبدالوهاب كانوا جامدين جدا عندك مئتين معلول عندك فيه لعبين موجودين أيضا مميزين جدا زي حسين السيد ماشاء الله عليه لعب مميز إن شاء الله يتمنى له التوفيق فيه محمود وحيد لعب جيد جدا جدا فيه أي من أشرب كانان بيجيد في هذا المركز مركزه الأساسي لكن المركز ده بتحديد في النادي الأهلي في أمان يعني بالنسبة كبيرة طبعا لأنه عندك عدد وافر من اللاعبين في هذا المركز وكل مراكز النادي الأهلي في الحقيقة السنة دي تم تدعيمها بشكل قوي وجيد ومناسب جدا في انتظار التوفيق وفي انتظار البطولة الأهم البطولة الدوري أبطال أفريقيا بإذن الله تعالى لسه عندنا أخبار محلية وأخبار عالمية هنتكلم فيها بعد الفاصل يلا بدا الأخبار المحلية والعالمية نروح نشوفها موسيقى صدى البلد الجبلية حسام الزناتي مدير المسابقات خلفا لعامر حسين والشريعي للشؤون المالية موسيقى سوبر كورا عضو خماسية اتحاد الكورا يعتذر عن عضوية منطقة الجيزة لعدم التضارب موسيقى موقع الكابتن الغندور يستقر على أعضاء لجنة الحكام موسيقى الواطن سبورت اتحاد الكورا يربط مصير جهاز الفراعينة المنتظر بالتأهل لأمم إفريقيا 2021 موسيقى اليوم السابع المنتخب الأولمبي يخود تدريبين صباحا ومساء استعدادا والدياتي السعودية موسيقى بوابة فيتو غريب يكشف موقف محمد محمود وندفد من المشاركة ببطولة إفريقيا موسيقى موسيقى الفجر الرياضي الغردقة تستضيف حفل اختيار أفضل لعب في إفريقيا موسيقى موسيقى بوابة الشروق نجم أرسنال السابق صلاح سيتغلب على ما نفس راع الحذاء الزهبي موسيقى الجمهورية أونلاين اختيار نجم المنتخب بقائمة أفضل صفقات العرب في مركات أوروبا موسيقى البوابة سبورت محمد النيني ينضم إلى القائمة الأوروبية لبشكتش موسيقى موسيقى كورة عملاق جديد يقتحن سراع التعاقد مع إيركسن موسيقى أس عربي يؤثر في علاقة ميسي وبرتوميو بسبب نيمار موسيقى 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 نبدأ بصدى البلد صدى البلد بتتكلم على قرارات اتحاد القرى اليوم واللي بتتمثل فيه اكثر من قرارات عاوية التلات قرارات بالتحديد وبتقول لنا حسام الزناتي مديرة المساوقات خالفة العام الحسين والشريعي الليل شؤون المالية طيب لجنة الخمسية المكلفة بإدارة اتحاد القرى عينة حسام الزناتي اللي هو كان مساعد محمد فاضل في بطولة الأمم الأفريقية مساعد مدير هذه البطولة اللي كان في مصر 2019 عينوه مزيرة لإدارة المساوقات والاتحاد المصر لكورة القدم خالفة لعامر حسين الذي تم أو تقدم باستقالاته خلال الأسبوع المواضية وكان فيه اتجاه نمازل مرزوق الأستاذ مازل مرزوق هو اللي يجي مكان الحاجة عامر حسين لكن الوضح أن ما فيش اتفاق تم فتم اللجوء لحسام الزناتي عنصر من عناصر الشباب في الحقيقة وده مطلوب أن يعددخل شباب في الجانب الإداري تديهم الفرص والله ممكن ينجحه جدا جدا أكتر من حد يكون عنده خيبرات أطبعا خيبرات مهمة لكن دايما عنصر الشباب المهم فاختيار نتمنى بإذن الله أنه هو يكون جيد وأكيد حسين الزناتي خد خيبرات إدارية مميزة من خلال مساعدته الكابتل محمد فضل في إدارة بطولة الأمم الأفريقية في مصر 2019 البطولة اللي كانت من شهرين من الأسف اللي احنا مش عايزين نفتكرها بسبب خفاق المنتخب فقط بسبب خفاق المنتخب كروية لكن كتنظيم ما كانش فيه أحسن ولا أجمل من كده بصراحة درنا عملنا بطولة عالية قوي تنظيميا من ضمن القرار كمان تعيين سيد بخيط مقررا للجنة المصابقات كما تقرر تعيين محمد شريعي المدير المالي الصابر وانتحاد الأفريقي لكرة القدم مديرا ماليا جديدا الانتحاد المصري لكرة القدم وأحمد محب مستشارا ماليا للاتحاد وتم اعتماد أحمد توفيق حافز وسعيد حنفي كمتطوعين في اللجنة القانونية بالتحاد القرى للتعامل مع القضايا الخارجية والاتحاد الدولي لكرة القدم بس اوكي التعينات اوكي كويسة نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله كل واحد في مكانه انه يقدي بشكل جيد وانه هو يدير بالشكل المناسب وحسن بالتحديد دي الزناتي نتمنى له ان هو يعني يساهم في ايجاد مستبأة من غير تعادلات كتير لانه ويرد انه يلغزبا عن الناس يعني يبقى فيه تعادلات يعني انه في افريقيا انا الصفر بيبعيد من الناس بان شركة الافريقية اهل زمان البيرامد المصري فانقيم فيه تأجيلات ليهم لكن الاهم من كده كمان بعد هذه القرارات ليه التحاد القرى النهاردة ما اعلنش على معاهد انطلاق الدور او ما اعلنش مسع معاهد بطولة السوبر من بعد المفروض ما هي عا تتعدل يعني طب معاهد القرعة امتى الحاجات دي عايزين ننجس فيها شوية لانه مفروض يعني اخر معاهد عالمين والدوري يوم 19 فامتى الحاجات دي هيتم حسمها فانشوف ممكن يكون بكرة ولا حاجة ضحكة يعني ان شاء الله نروح لسوبر كرة عضو خماسية اتحاد الكرة يعتذر عن عضوية منطقة الجيزة لعدم التضارب كابتن احمد عبدالله اعتذر طبعا وده شيء طبيعي انت خلاص انت موجود في اللجنة الخماسية وتم اختارك في اللجنة الخماسية اللي هتدير اتحاد المصري لكرة القدم فبالتالي هو كان موجود عضو في منطقة الجيزة لكرة القدم فاعتذر خلاص وهيتم قبول هذا الاعتذار كإراء روتيني طبيعي نروح للكابتن والغندور يستقر على عضاء لجنة الحكام الكابتن جمال غندور رئيس لجنة الحكام الجديد خلفا لسمير عثمان اللي قضى حوالي 15 يوم بس كرئيس لجنة المسابقات جاي جمال غندور كابتن جمال غندور اشتقر على أعضاء اللجنة بتاعته اللي بتتكون من كابتن محمد فاروق الحكام الدولي السابق كابتن ينسى عبد الرؤوف الحكام السابق تامير دوري أيضا فهم عمر بالإضافة لاستمرار كل من وجيه أحمد وعزب حجاج في اللجنة إذن هي دي اللجنة الخاصة بالحكام في اتحاد الكوراني ثم أنهم يا رب يا رب كل التوفيق خلال الفترة الجاية لأن احنا عانينا تير جدا مش الأهلي بس أنا بتكلم على الناس كلها اللندية كلها عانوا بسبب المستوى التحكيمي السيء جدا السنة اللي فاتت في الدوري المصري فأي حاجة حتى في أفريقيا لما راحوا أحكموا هيك دوري أبطال أفريقيا بتحديد حصل مشاكل مع جهات جريشا مثلا بتحديد حكم عنده كدرات على فكرة جيدة جدا لكن صراحة مسواء في النازل في الفترة اللي فاتت فأتمنى اللجنة دي بكيادة الكابتين الكبير كابتين جميل وغندور أن هم يوفقوا في تطوير الحكام المصريين ويشوفوا بقى موضوع الفرد إن شاء الله حيجي إمتى نتمنى أنه يكون قريبا طيب نروح للوطن سبورت اتحاد الكرة يربط مصير جهاز الفرعنة المنتظر بالتأهل لأمم أفريقيا عشرين وواحد وعشرين طبعا شيء بديه يعني أكيد حيكون فيه بنود في العقد مع المدير الفاني الجديد الوطني سواء كابتين حسان بدري كابتين حسن شحيتا كابتين إيهاب جلال كابتين حسان حسن كابتين ميد وأي حد حيي فيهم يعني عايبقى فيه بنود في العقد بتنص على إيه بتنص إن انت لو ما تأهلتش لبطولة نوع أفريقيا عشرين وواحد وعشرين وما تأهلتش كسام هو طبعا طبعا مش هتأهل عشرين انت عندك بردو كسام العالم يعني تصفيات يعني تصفيات الأفريقية هتبقى الأول طبعا سبب الإخفاق يعني في البطولة اللي كانت على أردنا فكيد حيبقى فيه بنود كده لما حققتش الأهداف دي خلاص حيتم الفسخ التعاقد نروح لليوم السابع المنتخب الأولمبي يأخذ تدريبين صباحا ومساء استعدادة لنوديتي السعودية إحنا عارفين فيه مطشين وديين المنتخب الأولمبي أمام السعودية مبارة هتكون في ستادي السويس ومبارة أخرى هتكون في ستادي السلام مبارة هتكون يوم سبعة ومبارة يوم عشرة بيستعد من خلال المنتخب الأولمبي للتصفيات أو لبطولة الأولمبي تحت 20 سنة والاحتقام في مصر في شهر نوبمبر والمؤهلة لأولمبياد توقيو 2020 أتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله عندنا قوام جيد جدا من اللاعبين في المنتخب الأولمبي لعبين مميزين وعندنا جهاز فني محترم كابترين شوقي غريب كابترين محمد شوقي كابترين رياض أشيتوس رب يكنش نسيت حد يعني فبالتالي إن شاء الله هيكونوا مفاقين جدا في تحقيق المراد نروح لبوابة بيتو وبالتالي كابترين شوقي غريب بيكشف موقف محمد محمود وندفد من مشاركة في بطولة أفريقيا نحن عارفين أن محمد محمود لسه عائد من إصابة الربوات الصليبي لسه حتى ما دخلش في التدريبات الجامعية مع النادي الأهل بياخد أجزاء صغيرة أو من التدريبات لكن إن شاء الله خلالي الفترة الجاية هيخش فالكابترين شوقي غريب قال لمحمد محمود إن شاء الله هيكون معاه في بطولة المرادة أفريقيا إنه لسه في شهر 11 يعدمه شهرين فهيكون بإذن الله خلوله لها مباراة كمان إن شاء الله نسبة لكريم ندفد قال إنه هيعد مع كريم بعد عودته من ألمانيا ويشوف حالته وأخبارها إيه وهل ممكن يقدر حق البطولة ولا لأ نتمنى لهم أنهم يلحقوا اللي اتنين لأن الانصرين مهمين جداً وحيفرقوا مع منتخب مصر بكل تأكيد نروح للفجر الرياضي واللي بتقول إن الجرداء هتستضيف حفل اختيار أفضل لعب في أفريقيا خلاص هيتم استضافة مدينة الجرداء لهذا الحفل واللي هيتم الاستقرار فيها على أفضل لعب في أفريقيا هنشوف السلاسي المرشح أعتقد حيباء طبعا كالعادة ساد يومانيو محمد صلاح وأكيد حيباء معهم رياض محرز لهذا العام مش بير امريك أوباميانج بعد تحقيق رياض محرز لبطول الدورة أبطال أفريقيا مع المنتخب الجزائري بمصر بقابة الشروق نروح لبعض الأخبار العالمية شوية بتقول نجم أرسنل الصابق صلاح يتغلب أو سيتغلب على ماني في سراع الحزاء الزهبي مارتين كيون النجم الصابق لنادي أرسنل إجليزي قال إن صلاح عنده دوافع جديدة هذا الموسم بعد الظروف اللي مر بيها الموسم الماضي من ضغوط كبيرة كانت عليه إنه كان لازم يحقق عدد أهداف كتير زي ما حدث في أول موسم لكن هو بيقول إن السنة دي محمد صلاح مركز بشكل كبير جي تحقيق الحزاء الزهبي للموسم الثالث اعتوي وحرارك هو طبعا عفين صلاح أول موسم خد أجازة الحزاء الزهبي منفردا ب32 جون والموسم الثالث كان متساوي مع ماني ومع أبير إمريك أوبانيان كل واحد فيهم 22 جون فبالتالي أيضا فاز بالحزاء الزهبي وإن شاء الله نتمنى له كل التوفيق هذا الموسم أنه يفوز المرة الثالثة على التولي بهذا الحزاء هو يكون هداف للبطولة وإن شاء الله لو وصله كمان ونفسه بقوة لحد الآخر زي سير فتت أعتقد ممكن صراحة طبعا يبقى الهدف طبعا هتبقى من نفسه قوي طبعا مع سادي ماني أكيد نروح للجمهورية أونلاين واللي بتقول اختيار نجم المنتخب بقامة أفضل صفقات العرب في مركاته أوروبا تريزجي اختروه من أفضل صفقات اللي أبرمت في أوروبا بتسعة مليون جنيه سترليني لفريق أستنفيل قادما من فريق قاسم باشا وده تبقى لصحيفة أسا الأسبانية واللي تطرقوا لمستوى اللاعب على مدار السنوات الماضية واللي قرر أنه كان لعب مميز جدا مع فريق قاسم باشا وبيمتاز بالسرعة والمهارة وده اللي أدى لتعاقد فريق أستنفيل مع تريزجي ترى بأخذ مطش للأسف لكن إن شاء الله يعود بعد الإقاف بشكل أفضل من بدايته البابا سبورت محمد النيني ينضم إلى القائمة الأوروبية اللي باشكتاش طبعا محمد النيني نتقل مع آخر يوم من الانتقالات الصيفية أو آخر يومين بالتحديد ليه باشكتاش على سبيل الإعارة من أرسنال فبالتالي حيتم لقيده في القائمة الأوروبية بكل تأكيده مع الشاركه في الأوروبا ليج مش في الشاميونز ليج نتمنى له كل التوفيق محمد النيني وأن يعود لمستوى لأنه حيفرق جدا مع انتقال مصر لو عاد لمستوى إن شاء الله نروح لكورة عملاق جديد يقتحم صراع التعاقد مع إيريكسون إيريكسون ناقص في عقده سنة واحدة يعني خلاص هو كان فيه كلام كتير أنه هو حيمشي من توتنا في الفترة اللي فاتت دي فترة الانتقالات الصيفية لكن كان فيه عروض من ريال مدريد مش بقوة أوي يعني كان فيه أيضا من باريسن جرمان من يوفينتوس من منشيستر جنايتد تم رفض هذه العروض وحيكمل الفترة دي إيريكسون بس النسبة أكبر بكتير أنه حيمشي في شهر يناير لأنه حيبقى ناقص في عقده بقى ساعتها هي 6 شهور فتنتظر أنه أكيد عايزة تستفاد بفلوس من وراء هذا اللعب الكبير اللعب مميز جدا من دنماركي مميز جدا فبالتالي انتر ميلان دخلوه في هذا الصراع وحيحاولوا أنهما يتعاقدوا معاه في الشتاء أس عربي بتتكلم على إيه؟ بتتكلم على توطر في علاقة ميسي وبرتوميو رئيس برشلونة بسبب نمار وبيقولوا أن حفل تسليم جوائزة الأفضل في أوروبا الاتنين تفادوا أنهما يصفحوا بعض بسبب أن طبعا ميسي كان نفسه نمار ييجي فبالتاليو تفادى أن ميسي يسألوا أسباب عدم انضمام نمار لبرشلونة إيه؟ فكلها أمور ميسي بيتحكم أكيد من الأعظم العائزين من الأعظم اللاعبين في تاريخ القورة يعني طبعا ميسي فأكيد بيتعمله حساب كبير لكن عموما هنشوف نمار في الآخر هو خلاص مكمل كده رسمي مع بريستان جرمان على أقل تقدير حتى شهر يناير بس الوضع كده أنه حيكون حتى الصيف القادم عشان عقده وساعاته حيكون فيه شرط أنه انت ممكن تمشي بشرط جزائي 170 مليون يورو فهتبقى فرصة لبعض الأندية أبرزهم طبعا برشلونة وريال مديد أنهما يستقدموا نمار طيب جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر